اشتركوا في القناة طبعا بدأت التحكيم في سنة 1997 طبعا ما انسى الوالد الله يرحمه هو طبعا للفضل علي بدخول التحكيم طبعا استمرت كنت كحكم استمرت تقريبا لألفين واربعة كحكم سوحة وبعدها حولت إلى حكم مساعد في ألفين واربعة وفي ألفين وثمانية طبعا انتقلت إلى الشهرة الدولية كحكم مساعد وبعدها الحمد لله رب العلا الله وفقنا يعني ودشنا من حكام ضمن حكام النخبة في ألفين وتسعة وبعد خوض التجربة الأولى بنجاح في مونديال البرازيل ألفين واربعة عشر إلى البرازيل في ألفين واربعة عشر فبعدها كنا في موقع الحدث ولكن لم تسند لنا مباريات يعني ليمكن الجولة الأخيرة فلما سندت لنا مباراة الأولى فتمساكنا فيها فقدرنا نحن نثبت وجودنا وبعدها على طول أتتنا يعني طبعا ما ننسى رسالة جلالة الملك وشكرنا طبعا على المجهول اللي قمنا فيه يقع عليهم الاختيار من جديد ليكونا ضمن ستة عشر حكما وحكام مساعدين من قارة آسيا ممن أشيرت لهم أصابع الكفاءة التحكمية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ليصدح صوت صافراتهم في سماء مونديال روسيا ألفين وثمانية عشر الذي سيطل قريبا على عشاق المستديرة البحرين في عيننا إن شاء الله في روسيا إن شاء الله رايح نوصل لروسيا عندنا طبعا كورس في البداية وبعدها رايح تسند للمباراة طبعا المباراة اللي بتأطى لنا نحاول بكثر ما نقدر نطلع بصورة طيبة أساس أننا نواصل المشوار حق الفين وثمانتاش اختلف التفكير في الفين وخمسة عشر إن أبي أشارك في الفين وثمانتاش زاد الطموح أكثر بكلمة سمو الشيخ ناصر من حمد يوم قال الآن عام الذهب هذه الكلمة يطفي ذهني أنا حكم كيف حصل ذهب؟ كيف حصل مداليات ذهب؟ هناك حكام ما نحصل مداليات بس كيف أسوي إنجاز؟ يعتبر بالنسبة لي أنا هذا ذهب وأهدي للقيادة الرشيدة وأهدي لسمو الشيخ ناصر وتم تثبيت الاسم حكم البحريني بأنه الفين واربعة عشر ليست بالصدفة الفين وثمانتاش جات بكفاءة وجدارة فهذا الإنجاز أهدي لسيد جلالة الملك واسمو ولي العهد وليس الوزراء وسمو الشيخ ناصر وجميع البحرين بأن البحرين اسمها من ذهب وتستاهل الذهب تكليف تفيأ بظلال الجدارة والاستحقاق وتشريف أوكل لأصحاب المهمة الكروية أن يقوم به على الوجه الذي تستحقه البحرين في تمثيلها تحكيمياً لقيادة مباريات نارية حاسمة سيضمها أبرز حدث للمستديرة المجنونة على مستوى العالم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات